بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم. الله وبركاته. النهر ده هنبدأ المحاضرة التانية في شرح tonight R. باذن الله المحاضرة هي الخاصهينهابنا عن الorganisol النوى المغناطيسي في البروتون. نتعلمنا المرة اللى فاته. ان نحن معل pawar لأكثر من خيارة. فالمرة دي هنفات الكامله عن اول شيئ طوالنا وهي م프 blyceros Awgandy الد Liquid Universum해에 اسم الم influenzaba. ‫نتكلم عن النظير magrofen اللى هو هو المحوم اللى هنفات نسمية. للبروتون fifron invert يبقى نتكلم لما تشوف اتش واحد او ممكن تلاقيه مكتوبة بي تمام ام ار تمام ده معناه برضو بروتن ماجنيتك ريزنس هيا هي معناه الرانين النووي المعناطيسي للبروتن يبقى كده لما بشوف كلمة مكتوب بي ام ار او اتش ان ام ار يعني معناه ان هو البروتن ان ام ار تمام ده اهم حاجة بالنسبة لي كاورجانيك كيميست انا بالنسبة لي مهم كاورجانيك كيميست الكربون والهايدوجين فحنبدأ الاول بالبرنسبة الاساسيه بتاعت البروتن انمار ونفس الاساسيات دي حتكمل معنا في الكربون سيتستين انمار بازن الله في المحاضرة اللي بعدتجوء والذي اعتقدم باختياته كل حاجه في البروتن انمار بعد لا يجب التكن في البروتن انمار سيبقى مجرد بس شوية نوع تانية انيو لكن هو انفسيات بتاعت البروتن انمار تمام وقفنا المرة اللي فاتت قولنا لان المرات بتختلف شوية عن فكرة الى اير او اي حاجه تانيه ان انا لازم اضيف انترنال ستندرد و اتكلمنا المرة اللى فاتت عن النواع الستاندر اللى جهه وقالنا اشهر واحد فيهم اللى هو التترميسائل سيلين وده بيبقى الريزونانس بتاعه و كنا نتعلمنا ازاي نحسب من الفيلوت بتاع الجهاز نعرف الفريكنسي بتاعه او من لارم الفريكنسى نعرف عن عن انا وفيلت بالظبط بالتسلا واخدنا كذا عمل المرة اللى فاتت واتكلمنا كمان على الستاندر التانى اللى هو الدي اس اس بردو ده. لو عندي اكوا السلويت تمام يبقى الفكرة لسية بالنسبة لنا ان فيه standard وهنبدأ نقيس بقية المواد نسبة ليه تمام طيب بما اني انا بقيس المركبات نسبة للا standard نسبة لمن للبروتون بتوع ال standard تمام انا بتكلم على البروتون هنا انا بتكلم على standard هنا بالنسبة لي همني البروتون انا ما اتمش باي حاجة تانية غير البروتون بتاعته طيب هقيس اي سامب اللي عندي وانا حاطتها بحط معها اللي هو المحاضرة دي كلها هنتعلم ما هو مفهوم الكيميكالشفت يعني ايه كيميكالشفت بيقول لي والله الكيميكالشفت هو البروتون بتاع الابزوربشان بيك الرفرنس بالنسبة لي هو هنا تمام يبقى انا بقول الكيميكالشفت هو موقع اي بيك بالنسبة لامتصاص ريفرنس كومباوند انا حطه كنا بنقول ان الرفرنس بنعتبره النقطة سفر بنصفر الجهاز عنده وبنشوف المركب بتاعنا شفتت قد ايه من التي ام اس تمام يبقى انا بشوف المركب بتاعي شفتت بكام من التي ام اس يبقى ده بكرة اللي هو الكيميكالشفت فيه سؤال بيطرح نفسه بقوة انا ليه معبرتش عن نتائج لنمار كأنها بترددات وانتصاصات ويكون الموضوع ابسط بدل ما احط الستاندر واعمل الكلام ده كله وحاول الستاندر واشوف اديه الانحراف وحسب كيميكالشفت يبقى فيه سؤال منطقي ليه انا بعبر عن بيانات الانمار في صورة كيميكالشفت او انحرافات بالنسبة للمركب الستاندر في حين انا لو عبرت عن الداتا مباشرة يمكن يكون الموضوع اسهل بيقول لي عشان نفهم الحتة دي تعالى نطبق الكلام ده على مركب مشهور اوي تمام المركب بالنسبة لي هنا اللي هو الطلوين الطلوين فيه نوعين من الهيدروجين انا مهتم بالبروتن النمار بيقول لي الطلوين فيه نوعين من الهيدروجين فيية الحالي الهيدروجينات بالآ Whether needs advanced تمام까 somos sons,cionalness thought في قلبي ماي تقولي ان كتابت ايجاب بالنسبة على الطعوين تمام رجل الم Lead أصبحت بت должين مرة و مeras مرة 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 farmer وعلى جهاز 100 ميجا هرتز. تمام? طيب تعال نعبر على البيانات ده بطريقة اللي انت عايزة. ان انا نعبر عن الترددات مباشرة. بيقول لي انا لو اعتبرت في الجهاز 60 ميجا هرتز. مين هيبقى السفر بالنسبة لي اللي هو التي ام اس. تمام? وبرضه نفس الكلام هنا هعتبر التي ام اس هو السفر بتاعي. طيب في الجهاز ستين ميجا هرتز يبقى بيحصل الريزونانس عن ستين ميجا هرتز هعتبر السفر اللي هو بتاع مين? بتاع التي ام اس. تمام? تي اس. مش سي. طيب. بيقول لي والله لو اعتبرت ان النقطة اللي بيحصل فيها ابزربشان لتي ام اس هي السفر. فبيقول لي بتلاقي ان الطلوين بيضي تو سيجنال. اثنين ابزربشان سيجنال. واحدة عند انحراف عن الستين ميجا هرتز بمقدار مية تمانية وعشرين هرتز. مش ميجا هرتز. اختلاف طفيف جدا. مش بالميجا. دابل هرتز. دابل مليون هرتز. لكن ده بالهرتز مباشرة. وبلاقي السيجنال التانية عند ربعمية وتسعتاشر. يبقى اذا انا لما احب اعرف واحدة من دول اقول له ايوه الطلوين بيدي امتصاص مية تمانية وعشرين وربعمية وتسعتاشر هرتز عند الجهاز اللي بيشتغل على الستين ميجا هرتز. وممكن اكون كمان مضطر. اقول له كمان الفيلد بيشتغل عند كان. طيب لو غيرت الجهاز او استعلي جهاز نوعية احدث وفيلد اقوى شوية. بيقول لي كمان هيبدأ الكلام ده يتغير. فبدل ما كنت انا بقيس عند المية تمانية وعشرين. قال لي نفس البيك زارت عند الميتين وثلاثتاشر. والبيك اللي كانت عند الربعمية وتسعتاشر بقت عند ستمية وتسعين ترتز. اصبح الموضوع هنا صعب. اصبح ان انا مضطرة. اقول لك المكان الابزوربشن كام? وقول لك كمان الابزوربشن بتاع البيك كام? وقوة الجهاز كام? اصبح كمية كبيرة من الداتا انا مش محداجها. فكان لازم ولابد ان انا افكر في طريقة اعمل تبسيط للداتا اللي طلع من الجهاز. ابسط الداتا دي ايه? ان انا بيهمني من الموضوع ده كله مكان البيك بتاعتي. تمام? فانا بالنسبة لي هاهمل التيميس بالنسبة للسفر مش مهم بالنسبة لي ان ده دايما سيبقى عندي وخلاص. فانا مش عايز. ومش عايز كل مرة اتكلم اقعد اقول لك الجهاز كام ميجا هرتز? والجهاز مش عارف شغال عندي كام? ومية تمانية وعشرين هرتز وربعونية تساعتاشر. فاللي لازم اشوف طريقة تبسط بها الداتا دي. تعالوا شوف بقى ايه فكرة تبسيط الداتا دي. يبقى لابد من ايجاد طريقة نبدأ نبسط بها الداتا. فمن هنا جد فكرة الكيميكال شفت. يعني ايه? كيميكال شفت. يقول لي والله قالوا حاجة بسيطة. الكيميكال شفت هي ريشيو. تمام? وبتاخد الرمز دلتا. هي نسبة ما بين الفريكنسي اللي بيحصل عنده ابزوربشن بالهيرتز. يعني مكان الابزوربشن بتاع مركبك بالهيرتز. على طوة الجهاز بالميجا هرتز. لا افهم بقى. ايو ما قلت لك. الجهاز لو قلنا مثلا. في اول مركب الجهاز كان شغال عند الكام? عند ستين ميجا هرتز. طيب اول بيك متصد عند كام? عند مية تمانية وعشرين. اقسم المية وتمانية وعشرين على الستين بالميجا. ولا تحول لتضرف المليون ولا غيره. يعني انت هتقسم مية تمانية وعشرين على الستين. طيب. الرقم اللي هيطلع هو ده الدلتا. هو ده الكيميكال شفت. دي تبسيط الكيميكال شفت. يبقى الكيميكال شفت او الدلتا هي عبارة عنه. رقم او الفريكنسي اللي بيحصل عنده ابزوربشن. تمام? نسبة طبعا للتيمس. هشوفه بيختلف عن التيمس بديه. فهشوف الفريكنسي اللي بيحصل عنده ابزوربشن. على طوة الجهاز بالميجا هرتز. طيب. لما بتقسم واحد على حاجة متقاسة بالمليون. يبقى واحد لكل مليون. واحد لكل مليون. كام هرتز لكل مليون هرتز. هي دي فكرة الكيميكال شفت. يبقى الكيميكال شفت بقيس كام الديفيشن او الانحرار كام هرتز. تمام? لكل مليون هرتز من الجهاز. ما هو الميجا يعني مليون. واحد لكل مليون يعني ايه? يعني واحد بي بارت بير مليون. يبقى ازا الكيميكال شفت بيتقاس بوحدة البي بي ام. واحد بارت بير مليون. واحد جزء في المليون. ليه? لان انا بقسم الفريكنسي بالهرتز بتاعة الابزوربشن على المكان اللي هو او قوة الجهاز بالميجا هرتز. اي حاجة بارقام عادية على حاجة بالمليون. هيطلع الرقم بالنسبالي بالبي بي ام. دي كده فكرة الكيميكال شفت. طيب. تعالي بقى نطبق عدتها لفوق دي. هنا وهنا. لو الكلام ده مزبوط. المفروض الكيميكال شفت بتاع دي يساوي دي. والكيميكال شفت بتاع البيك التانية يساوي برضو البيك اللي هنا. وبكده يبقى انا وحدت الارقام على اي جهاز است بفريكنسي مختلف او است بفيلد مختلف. فبرضو في النهاية الكيميكال شفت المفروض يبقى واحد. قال لي تعالى نطبق الكلام ده. تعالوا ناخد اول امتصاص كان عندنا. عايزين نقص له الكيميكال شفت. بيقول لي قسمت المية تمانية وعشرين. عالستين. هيطلع اتنين بوينت تلاتاشر بي بي ان. تمام ده الجهاز انه. اللي هو شغال بستين ميجاهرتز. طيب تعالوا نشوف الجهاز اللي شغال بالمية ميجاهرتز. متين وتلاتاشر اللي قلنا عليها من بدري. على المية باتنين بوينت تلاتاشر بي بي ان. اصبح بالنسبالي. لا ده كده البيانات بقت افضل بكتير جدا. يبقى انا لما اقول لك مثلا. الهايدروجين اكس او الهايدروجين كزا. بتدي امتصاص فين? هتقول لي اثنين بوينت تلاتاشر. اثنين بوينت خمسة. سبعة بوينت اثنين. فاذا اصبح بالنسبالي في طريقة اعبر عن الكيميكال شفت بعيدا عن فكرة قوة الجهاز او فكرة قوة الفيلد اللي انا مستخدمه. دي بتبقى حاجات يعني بتبقى مكتوبة في اخر الشيط كده للمجرد العلمي بالشيء. ولكن هي ما بتغيرش في الداتا بشكل كبير قوي يعني. تمام? يبقى هنا دي فكرة الكيميكال شفت دي. بقى الكيميكال شفت عمل ليه? عشان يبسط لي الداتا. الكيميكال شفت بتحسب ازاي? بتحسب الفريكنسي. اللي بيحصل عنده امتصاص. تمام? للبيكة بتاعت مركبة. على قوة الجهاز بالميجاهرتز. وعشان كده الكيميكال شفت بتتقاس بيونت ايه? اللي هو البي بي ام. دي اول. ام حاجة. لان مؤار بنطلع منه تلات انواع من الداتا. تنمار بنطلع منه قالبا لو قررتوا ان مؤار بنطلع منه تلات انواع من الداتا. اول حاجة. انواع الهايدروزeadى من المركب بتاعي. هندور على نوعية. تمام? يبقى هندور على النوعية. دي اول حاجة. الحاجة تانية عايزين نعرف لو في اي علاقة ما بينها وبين اي من اللي جنبها ممكن نستنتج حاجات زي حاجة هنقول عليها برضو بازن للمحاضرة اللي اللي جاية ايه فكرة وايه مدلولات الارقام اللي بنعرف ان تضلحها يبقى احنا اول حاجة تعلمناها دلوقتي النوعية النوعية دي ايه بيقول لي النوعية دي عدد انواع الهيدروجن اللي عندي في المركب تمام طيب ما انت كده في الطلوين اددت لي رقمين ابزوربشن فهي اديني اتنين كيميكال شيفت تمام تعالوا كده نشوف اهو احنا لو جينا هنا ناسب جدا اديني الطلوين والديني ابتصاصين تمام وده بيأكد لي ان هو عندي نوعين من الهيدروجن واضح جدا انه هم نوعين مجموعة منهم اللي هم الاروماتيك والتانيين الالفاتيك ادي كده ابتدت ااخد فكرة عن النوعية لو اسامت ده على مية بقى 2.13 ولو اسامت ده على مية هيبقى في حدود اللي هو ال 6.98 يعني بتقريبا سبعة تقريب يعني ولكن في اللين المر ما منقربش الارقام خالص لحد اجزاء من المية شغالة معا تمام يبقى كده انا بالنسبة لي اصبحت بالكيميكال شيفت اعرف النوعية عرفت النوعية ولكن معرفتش الكوانتيتي بمعنى الارقام دي مباشرة كده مدتنيش دلالات عندي كام بروتن من ده وعندي كام بروتن من ده ده اللي هنعرفه في المحاضرة الجاية بازن الله ازاي نعرف بقى الكمية بس تعالوا الاول ازاي نعرف الانواع المختلفة هل هو كل الهايدروجين اللي عندي اروماتيك واليفاتيك بس تمام هل في حالات تانية للهايدروجين تعالوا بقى كده نشوف الجداول اللي بيتقسم على اساسها الكيميكال شيفت ويديني انديكيشن على نوعية الهايدروجين اللي عندي تمام يقولي والله انا بالنسبة لي كنت مهتم بمين بالبروتن ان ما عارض طيب بما ان انا بتكلم على كله بتكلم على الهايدروجين يبقى كله في الاول وفي الاخر انا بتكلم على الهايدروجين لازم يكون فيه تفسير منطقي ليه الهايدروجين على الاروماتيك رينك بتمتص عند ترددات مختلفة عن الهايدروجين اللي هي على الالكاي جروب طبعا نحن من الكيميا عارفين ان تفاعلاتهم مختلفة فاذا هما مختلفين في البنية الالكترونية مختلفين في اكتر من حاجة في الرياكتيفتي في اكتر من حاجة بس انا اللي عرفته بالقانون في المحاضرة اللي فاتت قال لي ان التردد اللي بيحصل عنده امتصاص كان بيساوي رقم ثابت اللي هو الجامع الجيرو ماجنيتك ريشيو وهنا اثنين باي برضو ده ثابت في البي تمام تمام جدا ايه بقى السبب اللي خلالي ده كله ثوابت والفيلد انا بقيس كله تمام مع تغيرات بسيطة في الفيلد فايه اللي خلى اختلاف في التردددد ده تبتسير منطقي لما انت بتقلي الهايدرين بتمتصف حته الكربون متصف حته النيتروجين ميتصف حته المفروض ان انه ما حصد اي اوفرلاب تماما المزافة ما بين متصاصي الهايدروجين والكربون نيتروجين بعيدة تماما ومستحيل experimentation وما لايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان هنا في خلافات ضفيفة جداا في ايه في كسافة الالكترونات على الهايدروجين مبین الهايدروجين الالفاتك والهايدروجين الاروماتيك وده اللي هيولد اختلاف بسيط بتأثير الفيلد على النيوكيز وده اللي هيأثر ويؤدي بدوره الى تغير في الترددات اللي بيحصل عندها انتصاص تعالوا نفهم الموضوع ده ازاي يقول لي تعال كده نشوف الدياجرام ده بيقول لي ايه يقول لي لو تخيلت الماجنيتك فيلد اللي انا مطبقه بالجهاز على العينة بتاعتي كأنه الراجل مطلق السهم ده ده بيرمي الاسهم بتاعته هدف السهم ده يصيب النواة يبقى الهدف بتاعنا بالنسبة لنا هنا هي النواة يبقى النواة هي التارجل الاول والاخير بالنسبة للماجنيتك فيلد الخارجي تمام بس يقول لي وطوة الماجنيتك فيلد دخلها على نيوكيز مش هتعدي كده مفيش مصار لأ ده انت غصبا عنك لازم والماجنيتك فيلد جاي من بره لجوه لازم امر الاول على الترع اللي بيحمي النواة من بره هم الألكترو تمام يبقى وتشكل الالكترونات SHIELD يحمي النواة طيب يبقى همان يحمي النواة wisdom whats are 가는 يضع من الألكترونات غير هم من الالكترونات اللي حوالين منها يبقى هو الالكترونات ودي النواة الالكترونات بتشكل شيلد طيب بيعمل ايه الشيلد ده بيحاول يحميها ويقلل من تأثير الفيلد الخارجي. فكز معي بالله عليك في الحتة دي عشان الحتة دي اساس كل قياسات النمار واساس كل شغل للنمار اللي جاي. يبقى انا المجال الخارجي عايز يوصل للنواة. يبقى المجال الخارجي من هنا عايز يوصل لهنا. عشان يعدي لازم يور من خلال الشيلد ده. طيب وعشان كل ما الشيلد ده بقى قوي فبالتالي انا محتاج طوة اكبر في الفيلد في الاسم بتاعتي عشان تخترق الدرعة ده وتوصل للنواة. يبقى اصبح الفيلد الخارجي مش كله بيوصل للنواة. تمام? هيبقى عندي المجال المؤسر. المجال الافكتف. تمام? طوة المجال الفعلي. البي افكتف. اللي وصله من البي اللي هو طالع من الكويل بتاع الجهاز. من الملف المغناطيسي بتاع الجهاز. يبقى مش كل المجال اللي طالع من الجهاز هيقدر يوصل للنواة. ما اللي هيحصل له? هيحصل له ان هو هيضعف شوية نتيجة مروره على شيلد من الالكترو. وبالتالي اي تأثير هيزود كسافة الالكترونات على النواة? اي تأثير هيزود كسافة الالكترونات على النواة? يعني هيقوي مين? قوي الدرعة بتاعمل. قوي الدرعة هنا. هيخلي المجال الخارجي قوة اكبر عشان يوصل للنيوكليس. الوقاوي. يبقى ازا انا على حسب حالة الالكترونات حوالين نواة الهايدروجين هيبدأ يتغير قوة الفيلد اللي يحصل عنده الريزنانس. لان مش كل الفيلد زي ما قلنا بيوصل لحد نيوكليس دول. تمام جدا. يبقى كده انا عندي خارجي عاز يوصل لنيوكليس. النيوكليس ما عندهاش مشكلة تتعامل معاه وتبدأ تعمل الكنام ده كله قلنا عليه المرة لفترة. ولكن هنا في فكتور تاني اللي هو فكرة الالكترون. اكيد مش هتوقف ساكت. دايما الالكترون هتحاول تقوم المجال الخارجي. تعالوا نفهم الموضوع ده. ده بيعمل حاجة اسمها. يبقى انا لما بتكلم اول حاجة اتعلمناها دلوقتي الكيميكال شيفت. وبعد كده دلوقتي هنبدأ نتكلم على فكرة الشيلدينج افكت. بيقول لي بتشكل السحابة الالكترونية حول الزرة درعا واطي. بيولد مجال مغناطيسي يعاكس المجال الخارجي. يبقى انا بيجي لي مجال خارجي. تمام. طيب. ويقابل مجال الالكترونات. مجال مغناطيسي بعكسه من الالكترونات. انا لازم في جزء من المجال الخارجي بيضيع قصاد انه هو يعاكس تأثير المجال اللي مكوناه الشيلد او الالكترون شيلد حولين ان يكلز. يبقى انا لازم اطرح من المجال الخارجي كمية تساوي المجال بتاع الالكترونات. وده هيبقى مين البي افكتف? يبقى ده هيكون المجال الفعال. مين البي افكتف بقى بالنسباني? البي افكتف بالنسباني اللي هو المجال الواصل للنواة يبقى ده هو المجال الفعال طيب وده هو المجال المطبق من الجهاز والمتغير الوحيد بالنسباني هو قوة الفيلد اللي بتستهلك عشان اعدي التوصل من خلال الالكترون يقولنا الالكترون بتشكل كسافة الالكترونية او مجال مغناطيسي بعاكس تأثير المجال المغناطيسي الخارجي تمام طيب تعالوا بقى كده نفهم القصة دي هتمشي ازاي طب ما كده كل اتم او كل نوع من الاتم عليها كسافات الالكترونية مختلفة حلو ولذلك كل نوع من الهايدروجين هتظهر امتصاص شوية مختلف عن التي ام اس تمام جدا ودي اساس فكرة لان المقار لو كان كل الهايدروجين في المركب بتظهر امتصاص عند نفس التردد كانش عمل المقار اصلا لانه مش هيبين لي انواع الهايدروجين يبقى بيقول لي نظرا لتأثر كسافة الالكترونية على زرة الهايدروجين بنوع وسالبية الزرة اللي ترتبط معها لأ نفهم بقى الحتة دي ما بيقول لي بص لو انت عندك هايدروجين تمام طيب بتختلف حسب ايه حسب الاتم اكس الهايدروجين دي ماسكاف مين هل الالكترونيجاتيفتي تمام بتاعة الاكس لو كانت في لور هتبقى هي هي لو كانت اكسجين طيب لو كانت اي حاجة تانية لو كانت نايتروجين طيب لو كانت كربون اللي احنا عارفينها طيب لو كانت متل زي مثلا معدن زي البوتاسيوم بتاسيوم هايدرائي ايه اللي هيفرق معايا يقول لي مثلا لو فلورين فالفلورين ساحب طوي جدا للالكترونات هيخلي دي شوية مكشوفة جدا وعليها كسافة الالكترونية قليلة جدا وده هيخليها سهل جدا يتم استهدافها بالمجال المغناطيسي الخارجي لكن لو ارتبط مثلا بحاجة زي البوتاسيوم فالبوتاسيوم بيكون ايونو كومباونت هيكون هيخلي الهايدروجين نيجا دي والبوتاسيوم دايما بياخد شارج بوزدر ده بقى عليه تشارج نيجا دي ده بقى الكسافة الالكترونية عليه عالية جدا طيب لو كان الكربون هايدروجين دي طبعا محل الكلام بتاعنا وده هيبقى الكلام بتاعنا في الجدول الجاية قدينا نعمل جداول زي جداول الـ IR هنعرف منها كل منطقة بيحصل فيها امتصاص بتمثل انه نوع من الهايدروجين انا قديت اعرف القيم اللي بيحصل عندها امتصاص لكل نوع من الهايدروجين وابدأ اعمل جداول واعمل اعمل ما بين مكان الامتصاص او الكميكال شيفت بقى نحن نبقى ايه مع بعض بالوقت هابدأ اعمل قيم الكميكال شيفت وما بين نوع الهايدروجين اللي بتعمل الكميكال شيفت يعني دايما الهايدروجين كل واحدة بتمتصف حتة مثلا دي أليفاتيك لا دي أروماتيك لا دي مثلا فينايل ده هيسهل علي قوي فكرة انه نتعرف على الانواع المختلفة من الهايدروجين اللي عندي في المراكب بيقول لي لما هم يعملوا الكميكال شيفت ويحسبوا كل الكميكال شيفت لو حاجة بسيطة جدا بيقول لي معظم المركبات في الكيمياة العضوية الكميكال شيفت بتاعها بيتراوح ما بين كام لكم اللي احنا بنعتبر التيم اس سفر تمام بيقول لي معظم المركبات الكميكال شيفت بتاعها طبعا ده بيقول لي بيتراوح الكميكال شيفت ما بين سالب اتنين لحد الاثناشر تمام لو قلنا هنا دي اتناشر تمام يبقى ما بين سالب اتنين او Ник و يعني سالب اتنين اثناشر طبعا في الناس يقولك من سالب اربعة لحد الخمستاشر وفي بعض الكتب بيقولك ان المجال بيمتد ما بين سالب عشرة ولا هاجة لحد الخمسة وعشرين بعض يعني الحاجات ولكن اي انا بقول لك يعني من النادر جدا نكشوف الحاجات اللي هي زيادة اللي هي الحاجات اللي تحت السفر اقلل من التيم Обز والكي معظم الحاجات بتكون من سفر الاثناشر. عشان نكون سادق معك اكتر. تمام? يبقى كل الشيطات اللي هنشوفها دلوقتي كلها تقريبا من صفر الاثناشر. تعالوا با دلوقتي نشوف الجداول اللي بتعمل ما بين قيمة الدلتا وما بين نوع الهايدروجين اتم اللي عنده. تمام? يقول لي بص. انت لو كان عندك طيب هنعتبره مين? هنعتبره الصفر على مصطرة الدلتا اللي احنا بتدينا النيس عليه. احنا بنقول من صفر للاثناشر. تمام? انا فردلك يعني من سالب اربعة لاثناشر. العقام معظمة بتكون بالقيم الموجبة. ولاي الاول المراكبة اللي بتقياه في الحتة السالبة. تمام? يبقى كده انا بالنسبة لي رقم واحد. هو مين? ببص عليه دايما. اللي هو التيميس. طبعا مش هيظهر عندك الشيطات لاني الاجهزة. بتعتبر خلاص. ده نقطة بقيسة باعتبر النستاندر وباخفي الاشارة بتاعته لان هي مش مهمة بالنسبة لي. تمام? طيب. تعالي بقى نشوف انواع الهايدوجين. هنا انا اعتبرت ان واضع دي سفر. طيب. دي هايدوجين ومسكة في كاربون. والله الالكتروني جدفت بتاعتي الكاربون شوية اعلى من السيليكون. تمام? والسيليكون بدوره كده هيبقى يعتبر مانح شوية للالكترون. فخلا دي سفر. فدي هتبقى مثلا كيميكا تشفت بتاعها في حدود الواحد. واحد وشوية لحد الاثنين. طيب. لو نفس المركب ضفت له فلورين. اصبح الفلورين بيسحب الالكترون كده. ده ما بيسحبش مباشرة. ده بيسحب من خلال الكاربون. وبدوره ده هيسحب الالكترون كده من الهايدوجين دول كلهم. تمام? فاصبح دي شوية الشيلد بتاعها ضعيف. فبيسموها دي شيلد. يبقى دي. يبقى الشيلد بتاعها ضعيفة بنسموها. الهايدرون تبقى دي شيلد. لان تسحب منها الالكترون بالالكترون تحت تأثير الفلورين. طيب. تعال نشوف الاروماتيك. برضو دي شيلد عشان تأثير ان دي بتبقى اس بي تو. ما ولو كانت كربون هيدوجين عادية كان ظهرت هنا. لكن هو لأ عشان هي اس بي تو فالالالكترون نجاتفتي بتاعتها شوية عالية. فبيكون السحب بتاعها اقوى. ولذلك بيخلي الهايدرون بتاعها اكتر واكتر. ان هو يبقى مكشوف اكتر. طيب تعال اشوف. عجاة تانية. بس كده. من اكتر الحاجات اللي انت هتشوفها هي الهايدرون بتاعت الاسد. دايما الاسد لما كان بيقول لك اي اسد بيتقين او المادة دي اسد. بشوف هل المادة دي تدي اتش موجب ولا لأ. معنى كده ان الاتش بتاعت الاسد دي. عليها اتشارج بوزيتف او على الاقل عليها اتشارج موجبة قوية جدا. يعني عليها اتشارج بوزيتف قوية جدا. حتى لو كانت برشا لتشارج مش فولتشارج. تمام. يبقى ازا الهايدرون بتاعت اي اسد هتلاقيها هايلي دي شيلدد. تقريبا الالكترون اللي عليها بتاع الهايدرون تقريبا راح كله وانتقل عند الاكسجن. وده هيخليها هايلي دي شيلدد. وده هيخليها او تبعد عن التيم ميس بمراحل ويخلي بتاعها في حدود ما بين ال 11 لل 12 او اكتر كمان شوية. ده برضو من ضمن الحاجات. طيب تعالوا كده لو اتعاكس الوضع. لو بقت الهايدرون عليها. هل نبص هنا. لا ده هنا الهايدرون عليها الالكترون. وجالها الالكترون كمان تاني من السوديو. تمام. فاداني الهايدرون. طبعا الهايدرون عليه الشيلد قوي جدا كده. ده الشيلد هنا بقى قوي بما يكفي انه يتخطى طوة الشيلد اللي على الهايدرون بتاعت التيم ميس. وعشان كده بيبقى الشفت بتاعه بالنجاتيف. تمام? يبقى الشفت بتاعه بالنجاتيف. طيب. يعني كده ده وده الهايدروجين اللي هنا عليها كسافة إلكترونية كبيرة ونتيجة للكلام ده عايزة فيلد أقوى بكتير من الفيلد اللي يعمل ريزونانس للتي ام اس تمام وعشان كده بقى ده مور شيلدد عليه الإلكترون مور شيلدد تمام وعشان كده عشان تبقى شيلدد عايزة مجال مغناطيسي قوي الأول يعاكس تأثير الإلكترون دي وبعد كده يقدر يوصل للنيوكليس بتاعة الهايدروجين تمام عشان كده بيحتاج مجال مغناطيسي قوي بنقوله عليه up field عالي تمام يبقى الحاجات اللي محتاج مجال مغناطيسي قوي وعليها كسافة إلكترونية قوية فبنسميها شيلدد تحتاج مجال مغناطيسي عالي فبنسميها up field طيب الحاجات اللي هي بيبقى الإلكترونية بتاعيتها مسحوبة سليبية مغناطيسية من أي أتم أو أي حاجة بيسموها تشيلدد وبتظهر في حتة يقولوا عليها down field إيه الup field وإيه down field إنت هتلخبطنا معاك ليه؟ مش أنا قلت لك المرة اللي فاتة إن أنا بثبت الفريكنسي اللي يشتغل عنده الجهاز وببدأ أعمل سحب أو تغيير شوية في قوة المجال المغناطيسي عشان أشوف كل بروتن من دول حيمتص عند أنه منطقة تمام؟ اتفقنا على الكلام ده المرة اللي فاتة تمام هنا أنا مثبت الفريكنسي سي عند 100 100 ميجا هرتز 100 ميجا هرتز تمام؟ يبقى الجهاز يشتغل عند مجال مغناطيسي تمام؟ ويشتغل الفريكنسي بتاعي عند 100 ميجا هرتز وببدأ أغير المجال المغناطيسي اللي هو بيحصل عنده بتاع TMS أضعف المجال المغناطيسي شوية طيب أنا ببدأ إزاي؟ ببدأ من مجال مغناطيسي قليل وأرفع أرفع أرفع خالص لحد موصل لحد المنطقة اللي يحصل فيها ريزونانس لل TMS وأكمل شوية بعده وأقف داني خلاص ألاقي الأول حاجات اللي بنتص تحت TMS على الات نادرة جدا تمام؟ يبقى ببدأ بفيلد قليل تمام؟ وأبدأ أرفع قوة الفيلد بتاعي تمام؟ يبقى أنا وأنا بقيسة لإنما R عشان أفهم فكرة وداون فيلد ببدأ الفيلد من الفيلد قليل وأبدأ أزود في قوة الفيلد اللي عندي فأرفع أكتر وأكتر وأكتر وأشوف أني هيدروجين اللي هتعمل وكل مكان يحصل فيه أحسب من مين؟ من الستاندر بتاعي TMS أبدأ أعمل هنا ظهر بيك تمام؟ هنا ظهر بيك وهكذا يبدأ كده يبقين لي المركبات يبقين لي الأنواع المختلفة من الهيدروجين اللي عندي يبقى أنا الفيلد اللي عندي اللي هو الفريكونسي اللي شغل عليك جهاز سابت وأنا ببدأ بفيلد قليل وببدأ أطلع بيبقى في الاتجاه ده أب فيلد يبقى أنا بتحرك من الشمال لليمين من للأب فيلد تمام؟ يعني هنا مجال مغناطيسي قليل هنا مجال مغناطيسي بيكون عالي تمام؟ طبعاً إحنا عارفين أن من أعلى الأماكن اللي بيحصل فيها امتصاص المجال المغناطيسي أعلى منطقة بيحصل فيها امتصاص للTMS هي من ضمن أعلى الأماكن في المجال المغناطيسي تمام؟ عشان دي مور شيلدد فبتحتاج مجال قوي عشان الأول يكشف تأثير الإلكترونيات ويشيله وبعد كده يقدر يوصل للنيوكليز الوقاوي ابتديني نعمل أهو مبين كل منطقة مثلا ما قلو TMS عند صفر دي مش عارف عند الواحد دي هنا كام الأروماتيك في حدود السبعة الأسيدك بروتون في حدود الاثناشر أصبح هنا بالنسبة لي فيه مبين نوع الهايدروجين ومبين الكيميكال شيفت تمام بس هل الموضوع ده منظم؟ قال لي لا تعال كده أوريك جدول متنظم شوية عشان تفتكر به الحاجات دي بصران يقول لي بصر أنا قلنا إيه على يدي اليمين أب فيلد وعلى يدي الشمال الداون فيلد الفيلد القليل طيب كل الهايدروجين اللي هي مش مسكة في أي حاجة اللي هي سليبية كهربية عالية هتبقى فيه الأب فيلد لأن دي بتكون مور شيلدد عليها شيلد غاوي من الإلكتر وده يشمل الالكايل ناسب جدا وده هيشمل الالكايل تمام دول مثلا وبعد كده طبعا دي مش ديركلي كونتاكتد على الكربون أنا دي هايدروجين مسكة فيه الكربون المجاورة الكربوني الجروب أو هنا مثلا الأسيتلينيك هايدروجين طيب لو جئنا هنا الهايدروجين مش متصل مباشرة بمين مش متصل مباشرة بالهالوجين مهمة أوي دي ده هو متصل بكربون مسل بريج ما بينه وبين الهالوجين طيب وتحت تأثير الهالوجين كلما كان السليبية الكهربية الهالوجين عالية سيكون الشفت عالي وكلما كان مثلا حاجة زي الايودين سيكون الشفت قليل عشان سليبية الكهربية قليلة وهكذا نقدر نعرف برضو مبين المسلا الواحد وشوية تمام لحد حدود الخمسة طيب قلي الأروماتيك دي من أهم الأماكن بتاعتها الأروماتيك بتبقى في منطقة ما بين الستة ونص للتمانية دي منطقة الأروماتيك ما بتتحركش منها نهائي لأن الهالوجين لها منطقة من ستة ونص لتمانية ما بتبعدش عنها خالص قلي وكمان الألكين بتراوح ما بين أربعة ونص لحد بداية المنطقة الاروماتيك وبرضه ما بتبعدش عنها بدرجة كبيرة من اربعة ونص لحد ستة ونص ده الكين من ستة ونص لتمانية وشوية ده اروماتيك بروتن طيب بيقولي بقى اركز لو عندك الهايدوجين مش هنا لو ركز هنا معي بص لو احنا اتكلمنا على دي ايه الفرق بين دي ودي بيقول ان هنا في الحتة دي ان الهايدوجين كونتاكت دايركلي على كربونايل دي الديهيدك هايدوجين لكن هنا الهايدوج متصلة بكربون الكربونة هي المتصلة بكربونايل جروب في فرق كبير ما بينهم ولزلك هنا بيبقى دي اسمها الالفا هايدوجين ده ان دي الكربونة الفا اللي جانب الكربونايل فبتكون في حدود ما بين الاثنين للتلاتة لكن لو كانت الهايدوجين على كونتاكت دايركلي على مجموعة الكربونايل جروب فده بيخلي الامتصاص بتاعها عالي جدا وفي منطقة مميزة جدا للالدهيدك بروتن ودي بتميز الالدهيدك بروتن ما بين تسعة والعشرة تمام اي حاجة فوق العشرة لحد الاثناشر ده اسد دي اسيدك هايدوجين ما نتكلمش غير على الاتش دي كده منطقة الاسد تتغير يعني زيادة وقلب على حسب نوع الاسد وحسب قوة السحب بتاعه ولكن ده كله بحد اللي يبقى أنا النسبالي من سبعة لتمانية او من ستة ونص لتمانية اروماتيك عند التسعة ده الدي بروتن فوق العشرة لحد الاثناشر ده اسد يعني عشان اكون صادق معاك المنطقة اللي هي دي بتكون متكعبلة شوية ولكن باعتمد على حاجات تانية عشان اعرف هل دي انه نوع من الالكايل بقدرش برضه قوي امسك في حتة هييمين فيهم بالظبط تمام؟ تعالوا كده نشوف جدول بقى بالارقام يعني دلوقتي شايفوا على شيء بقيم الكيميكاتشفت بالبي بي بي ام تعالوا نشوف جدول كده نغش منه الارقام بتاعتنا دي بسرعة يقول لي بص لو كانت دي الكايل تمام بس ساتيريت اي كان فبكون الشفت بتاعها في حدود من الواحد حد الواحد وسبعة نقول من الواحد الواحد وسبعة طيب لو كانت السياتش دي على الليلك كربونة الليلك هييمين هي اول كربونة جنب جنب الالكين يبقى اول كربونة جنب الالكين دي اس بي تو كربون دي كده الليلك كربونة تمام؟ فبالتالي الهايدروجين اللي عليها الليلك هيدروجين تمام؟ الليل جروب طيب بما انها دي الليل بيقول لي الليل بتتميز بانتصاص يعني مميز ما بين الواحد وسبعة للتلاتة اعلى شوية من الالكان هي الالكان عادية كأنها الالكان عادية وان كانت انتصاص بتاعها اعلى شوية طيب لو كانت الفا بروتن الالفا بروتن علمين اول هيدروجين اللي هو الهايدروجين اللي مسكف اول كربون جنب الكربونة جروب متكون من واحد وتمانية لاثنين واثنين تقريبا هتبقى فيه اوفرلاب مبين الاثنين دول تمام؟ طيب لو كانت بنزيلك زي الطلوين كان عند كم ؟ كان في حدود الاثنين وثلاتة عشر تمام؟ يعني منقول في حدود الاثنين واثنين يعني تمام؟ ده اللي هو البنزيلك التربون المسكف حلقة البنزين المباشرة بيسموها البنزيلك كاربي فدي بنزيلك جروب تمام ، بنزيلك هيدروجين طيب لو كانت برو برجيليك تمام عبرو برجاي جروب البرو برجاي جروب تي في الألكين بسموها الالايني إنما فيه لو ماسكى فيه سي تريبل بوند سي فدي بسموها برو برجاي جروب دي مش يعني فيه فرق كبير مهم قوي برضه تركز في الحتة دي أنا ما بتكلمش على الهايدروجين دي الهايدروجين دي دي اللي متصل مباشرة بالاس بي كاربون فدي لها اسمها الالكينايل او الالكينايل دي لها وضع تاني أنا بكلمك على اللي مسكى في الكاربون دي دي اس بي دي هتبقى اس بي سري عادي أنا بتكلم على الهايدروجين بتاعتها دي بسموها البرو برجيليك ودي برضه في حدود الواحد وسبعة الاثنين وثمانية الحتة دي كلها شبه بعض إلى حد ما الالكينايل اللي هي بتبقى الاتش بتاعة الأستلين بتاعة الأستلين الكمباوند بتكون في حدود ما بين الاثنين وتلاتة اي اي تكن محدودة يعني لو كانت الكاربون ماوسكى في هيالوجين او او أناتروجين او الايدروجين أو هالايد بيكون الكاربون احيين الهايدروجين بتاعتها بتبقى في حدود ما بين الاثنين ونص للخمسة ما بين الاثنين ونص للخمسة الهايدروجين gold coincide لا يوجد الجنزين جدا الفينيل هيدوجين وهي الفينيل هيدوجين المسكه في sb2 تربي يوجد مزم بفين كاي من 4 من السته ونص من الاروماتيك هيدوجون في الالثمانية ونص ما يوجد الالدهيلك بروتون بتكون واضحة جدا ما بين التسعة للعشرة ده الالدهيل وقلنا كمان سيبك من دول دلوقتي هنرجع لهم اللي هو الكربوكسيلك يبقى انا بالنسبالي لو جينا هنا للكربوكسيلك الاول الكربوكسيلك اللي هو الاتش بتاعت الاسد دي بتبان قلنا من عشرة لتلاتاشر او من عشرة الى اتناشر ومكتوب جنبها برود بي نفس الشكل في الو اتش بتاعت الالكهول او الامين فبتبان برضو من واحد لخمسة طبعا قلنا بتاخد رينج كبير وكمان بتبقى شكل البيك شوية برود هنشوف دلوقتي شكل البيكان بعينينا ونشوف الفرق ما بينهم تمام طبعا الجيد والدها شوية بالاخبط فتعال كده لو عايز يعني حاجة تكون ابتر دقة ان هو كل واحدة بالزبط فيه او الهايدروجين بتاعت الالكايل برضو قلنا عليها دي لو كانت الالكايل ترمينال ولو كانت الالكايل جوه اللي هي بتبقى نفس الالكان الترمينال هايدروجين بتمتص شوية عند ترددات اقل او عند كيميكا الشيفت اقل من اللي هو الالكايل جروب او الاتش بتاعت الالكايل جروب بس لما تبقى جوة دي بتكون من سبعة من عشر الواحد وثلاثة لا دي بتكون واحد اثنين لواحد وثلاثة تمام طبعا ده كل يختلف كمان عن الترشري هايدروجين تمام طبعا بتمتص شوية عند ارقام اعلى طبعا ده تأثير السحب من خلال الكربون والكلام ده كله بس يعني متلاش فرق كبير يعني تتكلم من واحد وثلاثة الواحدة سبعة مش تقدر تميز الكلام ده بعينك كويس طبعا دي قلنا عليها الالكا هي وطبعا دي الألفا تمام دي برضو نوع تان من الألفة من كان دي ألفا بالنسبة لكيتون إنما دي ألفا بالنسبة لإستر السحب من الأو دي يكون أعلى شوية في كل امتصاص لحد 2.6 مش 2.5 دي لو كانت ألفا بالنسبة لنيتراي جرو فهو من 2.1 و 3 لو كانت بنزلك قلنا من 2.3 ل2.7 طبعا دي لو كانت أسيتلينك برضو نفس الكلام لو كانت ألفا بالنسبة لنيتروجين لو كانت بالنسبة لسالفر طبعا ده كل ما تنساش تأثير السليبية الكهربية تأثير السليبية الكهربية هيبان قوي هنا بص هو هو نفس تمام كله هالوجين بس هنا السليبية الكهربية بتزيد ونا نازل ما بين الايودو للبرومو للكلورو فهي نفس الفكرة من 2 إلى 4 من 2.7 إلى 4.1 من 3.1 إلى 4.1 طبعا لو كانت كمان المجموعة دي أو إتش تمام أو أو أر فدي بتكون من 3.2 ل3.8 تمام طبعا لو كانت ألفا لإستر مش هنا بقى لا ده هي في الجنب الثاني من الإستر فبتكون من 3.5 لحدود الخمسة طبعا لو كانت نايترو برضو بيبقالها قوة طبعا شوف بقى الفلور وصل لحد فين من 4.2 إلى 4.8 طيب لو كانت فينايل طبعا قلنا عليها دي واضحة جدا فينايل هيدرزين توصل لحد الستة ونص الأروماتيك من ستة ونص لتمانية تمام الأروماتيك من 9 إلى 10 طبعا نتلاقي في الجدول فيه اختلافات شوية ما بين جدول والتاني بداية المنجدها لان حقيقي عشان أكون سادة معاك مفيش علاقة واضحة أو مفيش أرقام واضحة هي من فين لفين تأثير برضو الكيميكال شفت تأثير أكثر من حاجة يعني مثلا انت لو عندك على الحلقة دي نايترو جوب طيب ما النايترو هتسحب إلكترون تمام والنايترو هتسحب إلكترون من هنا والحلقة أصلا بتسحب فهتخلي دي مثلا شفتت شوية حدود 8.5 وتوصل لتسعة عادي تمام فده كل من ضمن التأثيرات ماذا لو كانت إلكترون دونيتي هتزاود كسافة الإلكترونات على الكربون فهتخليها تمتص عند كيميكال شفتها أقل ده كل من ضمن الحاجات بيقول لي والله لو عندك مثلا الصيول فده بيمتص من واحد لخمسة برضو الأمين وكل الكحولات دي اللي هو الهايدروجن ماسك في هتير وقته ما تقدرش تضمنه لو كان فيه نوليك في بيكون من أربعة لسبعة تمام لو كان الهايدروجن بتاع الأمايد فده بيكون واضح من خمسة لتسعة ده بيكون يعني هايلي شوية ديشيلدنج طبعا أعلى حاجة بالديشيلدنج بتكون اللي هي بتاعت الأسد الاتش بتاعت الأسد بتكون 11-13 انت تدرقتها تقول لي انت زهقتنا وبقالك ساعة تشرح لي في شيتات تشرح لي في أرقام وما شفت الشيت واحد اي ار اذا شفت الشيت واحد ان ما عارض تعالوا كده نشوف بصة سريعة محاضرة دي بصة سريعة ازاي اعرف اجيبي كيميكا الشيفت من على الشيت يبقى الاول انا قلت لك كيميكا الشيفت هيعرفني انواع الهيدروجن اللي عندي في المركب فانا عايز اشوف ازاي اجيبي الكيميكا الشيفت من على الشيت اللي عنده تعالوا كده نشوف اول شيت ان المقار عندنا نشوفه يقول لي اول شيت ان المقار انا جايب المين للطلوين قلنا بيظهر لنا اشارتين واحدة بتمثل اللي هو البنزيلك جروب اللي هي بتاعة الميساي جروب ودول بتوع الاروماتيك هايدروجن قلنا الاروماتيك بتظهر في حدود من ستة ونص التمانية ظهرت عندي عندي السبعة هنا اهي تمام او السبعة وشوية ده كده بتوع مين توع الاروماتيك بروتن وظهرت لي بيك هنا بتمثل مين في حدود الاثنين وثلاثة من عشرة او الاثنين واربعة من عشرة دي بتمثل اللي هو الالكايل او اللي هي البنزيلك هايدر تمام ما تنساش ان انا اعمل لك علامة هنا بتمثل تترى مسائل سنين دي عند السفر دي الجهاز بيعتبرها نقطة سفر وبقيس كل حاجة نسبة لها طيب تمام بعد يقول لي طيب هما انت مكملت ليش لبقى الشيت لحد الاثناشر والكلام الحلو ده اقول لك بص مركبك ده اصلا مفهوش حاجة هتعلق عن التسعة ومش منطقة يجب لك بقيت الشيت لان همس هتلاقي في حاجة فده بمثل الطلوين يبقى الطلوين ظهر له اثنين سيجنال اهي دي هنا وده هنا باخد بقى انا بقى ازاي بجيب الكيميكاتشفت بنزل بخط كده تمام اهو او هنا احدد يعني كده دايما طبعا لما بتبقى حاجات زي دي ممكن يجب لك الحتة دي متكبرة لوحدها تمام ويبريك المكان او ممكن يبقى كاتب لك كيميكاتشفت عادي مفيش مشكلة تمام اجهزة دلوقتي بتكتب الكيميكاتشفت وكل حاجة يعني بس ده شيت من الحاجات قديمة المهم يعني اوليك شكل الشيت تبقى بيظهر الشيت بالمنظر ده البيك بتبقى بيكات عادية مش بيكات اي ار فاكر بيكات الاي ار اللي بتبقى نزلة من فوق لا بيكات اللي ان المار تبقى بيكات امتصاص عادية خالص تمام تبقى البيك ونزلة عادي خالص تمام طيب طبعا ما تنساش ان دول التلاتة سيمترك يعني دول كده شابه بعض ودول الخمسة برضو الى حد ما شابه بعض بيظهروا في مناطق الخمسة مع بعض في منطقة الاروماتيك وبعد كده اللي هما الالكايل بيظهروا في المنطقة اللي هنا طيب تعالوا كده نشوف طبعا نشوف بقى كاتب لك ايه تحت الشيت بيقولك ان ده او بروتن ام ار وفي طلوين تمام في جهاز 600 ميجا هرتز انت ممكن من الكيميكا شفت تعرف ده عند كام هرتز الامتصاص ده والامتصاص ده برضو عند كام هرتز تمام يعني لو قلنا مثلا ده بحدود السبعة وثلاثة تمام السبعة وثلاثة بي بي ام تمام وانا عارف كده ده الدلتا والدلتا بتساوي الامتصاص بالهرتز اهو على طوة الجهاز اللي هنا انا مكام بستمية ستمية ميجا هرتز ممكن على طول انت عارف دي مثلا سبعة وثلاثة هتعوض هتجيب لي المنطقة اللي حصل فيها الامتصاص كام هرتز عن مين كام هرتز تحت تي ام اس مهمة قوي تبقى دي في دماغك ان ده مش المتصاص المتصاص قد ايه بعيدا عن تي ام اس تمام ده كده الطلوين طبعا تحت الشيط بيبقى كتبلك بس الجهاز و قوته عشان تبقى دي من ضمن الداتا اللي بتكمله ولكن مش مهمة لان انت بتديت تاخد الكيميكا تشوف مالكش علاقة بقوة الجهاز طيب تعالوا كده نشوف مركب شوية معقد بيقول لي مين اللي هو الفثالك اسد بس انا جايب الاسايل استر يبقى ده اللي هو الاسايل فساليت ده الاسايل استر بتاع الفثالك اسد تمام برضو هي نفس القصة الفثالك اسد اهو ده كلهم اروماتيك الى حد المامش هيبقى فيه تأثير كبير هيبقى برضو من ستة ونص لحد التمانية وبعد كده عندي كان بقى نوع من الاليفاتك دي نوعية اهي هي هي دي زيها برضو بالضبط والحتة دي هتبقى لوحدها طيب تعالوا بقى نشوف حاجة اول حاجة الاروماتيك بروتون هيبقى اعلى كيميكال شيفت ليه؟ لان دول هايلي دي شيلدد وهيكونوا عندي كيميكال شيفت في حدود قلنا كام؟ من سبعة لثمانية الستة ونص لثمانية ونص في الحتة دي طيب وبعد كده ده ده هيكون ما تنساش بقى تأثير مين الالكترونيجاتف اتوم مين الالكترونيجاتف اتوم بالنسبة لي؟ الاكسجين تمام الاكسجين مباشرة مع الكربون دول كده متصلين على اول كربونة تمام؟ الاثنين اتش دوت طبعا دول شبههم اللي فوق فهيظهروا في نفس المكان طيب ايه المقصة اللي هتحصل؟ بيقول لي دول هيبقى فيه سحب الالكترونيجات قوي فده هيخليها تظهر في حدود منطقة مين؟ اللي هو في حدود الاربعات تمام؟ في حدود الاربعة اربعة وشوية طيب دي طبعا تأثير بقى هنا هدي بونت هدي اتنين وصل لحد هنا من خلال ثلاثة بونت لا التأثير هيبقى مع المسافة تأثير اللي هو تأثير الاندكتر او تأثير سحب الالكترونيجاتف الالكترونيجاتفتي بيقل مع المسافة هيكون تأثيرهم على الهايدروجن بتاعة الترمينال ميساي جروه اقل تمام؟ فهيخليها تمتص شوية عند ارقام برضو قليلة يعني هنا مثلا في حدود قلنا احنا بتبقى في حدود من تسعة من عشرة تمام؟ لحد الواحد واربعة هي منتصة في حدود الواحد وثلاثة هنا فده برضو بيأكد انها شوية تأثرت بيبقى يبقى ده احتفالك اصل برضو بتادينا نفصل على اساس ايه الالكترونيجاتفتي تمام؟ انا ممكن اجيب لك مثلا مركب اقول لك بس مكان الامتصاص هيكون فيه لتبهم حسب الامتصاص يعني مين اعلى حاجة ومين اعلى حاجة مش عايز ارقامه تمام؟ ده برضو من ضمن الحاجة تعالوا كده نشوف مثلا اتنين برومو بيوتان هذه البيوتان بس رسمولك شوية يعني نقسم شوية عشان يبقى ساعل عليك يقول لي ركز معي لو جاءنا نرسم الاثنين برومو بيوتان هذه البيوتان وهذه البرون بالنسبة لي تمام هذه البرون اذا رقم واحد اقرب مسافة الاول هيدرين بالنسبة له مين؟ الهايدرين دي اللي هي على كونتاكت مباشرة معاه على نفس الكربون يبقى هو دي كده يبقى دي اعلى هايدرين هتكون عندي في هو تبقى مسحوب منها الاكترنات والتالي تكون هي دي الهايلي تشيلدن طيب بعد كده سيأتي المرحلة التانية دي و دي طيب بيقول لي لما اختلف ما بين هايدرين ترمينال و هايدرين جوال تشين مين اللي تبقى أقل في الكيميكال شيفت اللي هتبقى أقل في الكيميكال شيفت الترمينال تمام؟ هتبقى مور شيلدد عن اللي هو جوال تشين وبعد كده طبعا ابعد واحدة فيهم في المسافة من خلال بند اثنين ثلاثة لحد ما نوصل لهنا دي هي الترمينال خالص اللي هي دي و دي هتبقى جايد تماما واقل واحدة فيهم في الكيميكال شيفت تمام؟ تعالوا نشوفوا الكلام اللي احنا عملنا يبقى احنا توقعنا كده الشيت هيبقى شكله ايه? تمام? يبقى ده هنا اهو اول حاجة اعلى كم كانت شفت ده اهو تركزي في عدد البكات الصغيرة ركز معي بس دل وقت انا عايزك تركز مكان البيك فيدي طيب بعد كده قلنا دي قلنا اللي بتبقى جولة شين بيبقى الشلف يعني شوية دي شيلدد عن اللي اللي برا فدي الانترنت وبعدها مين اللي باللون التركزي دي بتكون شوية دي اللي هي ترمنال ضيب ترمنال دي ولا دي يقول لي لأ ما انت لو عديت ادي بند اثنين والتالتة كنت هنا لكن دي لعد بند اثنين ثلاثة رابع بند كانت هنا يبقى دي طبعا ابعد فيكون التأثير شوية اقل يبقى حصل اوبرلاب ما بين مين ومين حصل شوية اوبرلاب في منضية الامتصاص ما بين الهايدروجين دول ودول لان فرق الشفت ما بينه مش كبير هم على نفس المسافة لو عدينا بند اثنين ودي بند اثنين فدي على نفس المسافة بتاعدي طب حلم وما اللي بيحصل بقى قلتلك اللي جوة بتكون شوية دي شيلدد فبيكون الكيميكات شفت بتاعها اعلى ولكن لو شايف البيكات حصل ما بينهم وغرلاب مع بعض تمام وقال لحاجة الشفت هي ابعد واحدة عن الالكترونيجات فبتكون مين اللي هي باللون البيربود شوية دي تمام ده اثنين برومو بيوتاني طيب يعني عايزك تاخد بالك من دلوقتي وهشرح لك بالتفصيل المحاضرة الجاية تمام اا كل بيك مش خط واحد زي ما نشوف من بدري اا كل بيك فيها تأسيمات من جوه تمام يعني كل بيك فيها ارقام كده جوه وفي خطوط كتيرة تمام واحنا معلمين بس مركز كل بيك من جوه وفي ارقام كمان تحت هنا وفيه طبعا دا كده الكيميكات شفت دا بيسموه المالتيبليستي المالتيبليستي او عدد الخطوط الصغيرة اللي بتطلع دي حولين البيكات الكبيرة دي هنقدر نعرف بيها عندها كام نيبر هايدرز يعني مثلا لو جينا هنا دول على الكربون المجاورة لهم عندهم كام واحدة عندهم جنانهم ثلاثة دا بيبقاله يغير في شكل البيكات بتاعته طب دول دول مثلا ميسايل مين جنانهم دي بس لجنبهم فدي لها تأثير طيب لو عكسنا الوضع تمام يعني عايزك تتخيل معي الحتة دي بس هو ده السر في تغيير شكل البيك ولكن في النهاية المبدأ واحد الهايدرزين دي اول هايدرزين جنبها مين هادي دي كربونة ودي كمان تمام فدي بتظهر ازاي جنبها هادي تلاتة وادي دول خمسة وهي كمان بتظهر ستة خطوط واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة ليه حسبة كده هتقولك عليها المرة الجاية بازن الله تمام طيب تعالوا نشوفوا كده ايزو بربايا الالكول ايزو بربايا الالكول الميسايل دي شبه دي يبقى امتصصه في نفس المنطقة ولكن عندي الاتش بتاعة الالكول وعندي الاتش بتاعة الكربون المتصلة بالاوتش بتاعة الالكول طيب بيقول لي بص احنا قلنا الاتش بتكون في حدود ما بين الخمسة للسبعة يعني في حدود من واحدة للخمسة اهيه وبروت بيك وبتبقى دايما لوحدها منفردة نفيش حد جنبها خاص بتبقى دايما بيك واحدة طيب بعد كده دي ليه دي اعلى واحدة في دي شيلدنج واعلى واحدة في الشفت بيقولك اعلى واحدة في الشفت عشان هي متصلة بالاتش بتاعة الالكول من خلال اتنين بونت تمام لكن دول متصلين من خلال بونت اتنين وطبعا التالتة على ما توصل للهايدورجن دول وهم الاتنين سيمتريك فبيظهروا في نفس المنطقة زي ما قلت لك برضو عدد الخدود دا ليه حسبة هقولك عليها بازن الله المحاضرة جاية المحاضرة جاية موضوعنا كله على ايه الانديكيشن وايه المعنى وايه نوع الداتا اللي نقدر نضلعه من شكل الخدود دي تمام طيب تعالا كده نشوف هنا عندي اروماتيك وعندي اروماتيك قلنا اروماتيك من تسعة عشر اهو وبعد كده الاروماتيك من ستة ونص لحد التمانية ونص طبعا دي واضحة جدا دي كده الاروماتيك بروتن تمام يبقى كده بازن الله المرة الجاية هنفتهم ايه معنى ان دي تطلع بيك واحدة وايه معنى ان دي تطلع مثلا تلاتة او اربعة واكتر من بيك تمام وايه الانديكيشن اللي ممكن اعرفه من المسافة بين الاثنين بيك دولي تمام تمام وكمان اعرف ازاي اعرف ان البيك دي بتمثل وان هيدروجين تمام اره كده بس عشان نبقى احنا متطبيئين احنا عايزين نعملي المرة الجاية عايزين نعرف دي بتمثل كم هيدروجين ودي بتمثل كم هيدروجين انا دلوقتي بقولك ان دي بتمثل وان هيدروجين ودي تمثل خمسة عشان عندي خمسة أروماتيك وعندي دي وانهايدر. بس انا برضو ايه اللي هنأكدين انا انا مشايف في الستراكشور. انا عارف ان دي قلد هدك ودول أروماتيك. بس عددهم كان. ده اللي هنعرفوا المرة الجاية بازن الله. ازاي نطلع الداتا الكاملة. احنا طلعنا اول نوع من الداتا بس النهاردة مكان الكيميكا تشيفت ويعدي ايه كيميكا تشيفت. وازاي احسب كمان لو عارف كل الجهاز ومعايا الكيميكا تشيفت. ازاي عارف التلدد بالهرتز اللي حصل عنده الامتصاص بتاع المركب بتاعي. اتمنى من الله تكونوا استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.